لم تزهق الحروب ولا الأمراض أرواح الأردنيين كما فعلت الحوادث المرورية وعلى رأسها الطريق الأخطر في الأردن نعم إنه الطريق الصحراوي طريق الموت ففي الخمس سنوات الماضية زاد عدد الوفايات جرائها عن الثلاثة آلاف وفاة هذا الطريق الذي لا يميز بين أحد ولا يعرف حتى الشخصيات والمسؤولين فقد تعرض عدد من الشخصيات والنواب لحوادث فيه وكان آخر هذه الشخصيات التي غيبها هذا الطريق نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجاية ولا يزال الطريق يخطف أرواح الأردنيين بلا هوادة على طول 230 كم وتعتمد الحكومة لتحسينه وجعله أكثر أمانا على منحة وقروض سعودية تشكل أكثر من 70% من كلفته كلفة مشروع الطريق الصحراوي 225 مليون دينار أردني أكدت وزارة الأشغالية على لسان أمينها العام المهندس عمار غرايبة أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 60% ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام 2020 بحسب الجدول الزمني للمشروع وبحسب التقرير السنوي للحوادث في الأردن للعام 2018 فإن 29 حادثا تقع يوميا وأن عدد الوفايات بلغ لنفس العام 571 وفاة فيما زادت الإصابات عن 16 ألف إصابة وهذه الأرقام مع كل الجهود المبذولة لخفض معدلات الحوادث المرورية وما ينتج عنها تتصدر العاصمة عمان أعداد الوفايات والإصابات جراء الحوادث وتتصدر حوادث الطريق الصحراوي الذي يمر من أربع محافظات الاهتمام الأكبر من المواطنين بوصفه الطريق الأكثر استخداما ولما تخلفه الحوادث التي تجري عليه من وفايات وإصابات بليغة وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عددا من الحوادث كانت حالة الوفاة فيها مرتفعة كان آخرها حادث اليوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص على الفور بحسب بيان الدفاع المدني عام تقريبا يفصلنا عن الانتهاء من إنجاز طريق بوابة الأردن ما يعرف بالطريق الصحراوي فهل سيسهم تحسين الطريق وفق المعايير المعتمدة للسلامة المرورية في خفض حوادث السير المستمرة عليه؟ أم سيبقى اسم طريق الموت ملتصقا به؟ وإلى وقت إنجازه هل سيأخذ مستخدم طريق أقصى درجات الحذر عند سلوكه؟ وإلى وقت إنجازه هل سيأخذ مستخدم طريق أقصى درجات الحذر عند سلوكه؟ وهل ستعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتخفيف من الحوادث؟ أم سنبقى نعيش مرارة الاستيقاظ أو النوم على خبر حادث مروع على الطريق الصحراوي بين الحين والآخر؟ ترجمة نانسي قنقر